اذا شايف حاجة في التشهيل غلط بس مكسوب فاقول له انهد جيل لمنتخب مصر سفيد انا ومتحد عبدالهادي فقالولي خلاص الجيت قفل انتو فاكيرين انفسكم جايين نايح لها اللعيبة عبداللاش تتحمل قال لي ما انا عارف ما هو اتحاد الدولي ولاد مش عارف فعيف شتم لو يوافقوا ان انا عبداللاش اللعيبة بانا كده قفلت الملعب خلاص لو بنتكلم على حد ليه فضل بعض الابنة صباحات وعليها كبير علي هيكون واحد منهم كابتر محمود الجاي طبعا لما نيجي نتكلم على واحد زي كابتر محمود الجاي بقى نتكلم على واحد السابق عصر وعلمني حاجات كتير جدا اهمها اني لما تحب شغلك وتتقنه وتتديله ربنا هيوفقك دايما حتى لما باجا تسئل افضل بطولة بالنسبة لك حصلت لها بقول 98 منتخب برايح الناس كلها بتتكلم عليه واني منتخب مش يحقق حاجة واني المنتخب ضايع وتصريح الكابتر ان الجاعي ما تستنوش مني انا في المايكز الثلاثراشر انما داخليا لا هو كان بيقول احنا هنروح نحقق البطولة اول ما وصلنا بوريكي نفسه بلد طبعا كان فقا جدا جدا رحنا مكان زي كنباون كده في شليهات موجودة وده احنا لسه مبنية جديد ريحة البوية موجودة فيها واللعيبة كلها بدأت تبدي اعتراض احنا ايه المكان اللي احنا جايين فيه ده ايه المكان ده ما ينفعشي وكده واسفجأة عن الكابتر محمود الجاهي يبدأ يتعصب ايه انتوا فاكرين نفسكم جايين رحلة انتوا فاكرين نفسكم جايين ايه احنا اي مكان هنقعد فيه عايز تكون بطل حلص هتقبل اي حاجة موجودة وده ايه ده افريكا وده ايه ده امكانات الدور الافريكية وقتها عملنا بطولة اعتقد طولك بها جدا 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 اول مبارك سيبنا وتاني مبارك وبعد تالتة المغرب اخسرنا طبعا بجول مصطفى حاجي بس احنا كنا ضمننا الصعود خلاص كنا ضمننا الصعود وانا فاكر وقتها كان الكابتن جايين كان عندي نزار طلب ان انا اخد نزار التاني انا وسميه كان مونة وملعبناش لقاء المغرب وبعد مخسرنا اللقاء ده شفت اصعب يوم من الكابتن جايين وموجود وقتها لانه وزع لانه احنا نطلع تاني لانه تاني كنا نقابل كودفور كودفور كانت وقتها كانت فرقة موعبة وكانت مباركة صعبة جدا طول مية وعشرين دي انت ما نكشف المباركة غير هجمتين وهم اليوم هجمتين فقط لغير كانت مباركة احنا الاتنين خايفين من بعض بشكل يعني مش عايز اقولك ما عدينا ماتش كودفور طبعا بضربات الجزائر وجينا طبعا للقاء بوكينة فاسو ويمكن عادات الافراكة شوية ومعروف الموضوع ده يمكن انتحكى كثير جدا بالنسبة للناس كلها والناس كلها عرفايا احنا خايجين نلعب المباراة وحصل طبعا نلاقينا خنزير مدبوحة واحد جايب في اسنان المعسكة العربية كده احد معدية واحد ايه بدأت تيمي الخنزير دي علينا وكلام دوك فيعني بدأنا ان احنا نرى كرآن بدأنا نشغل كرآن وكده وخلاص وقاتل في الملعب وكده وفعلا بالفعل ووصلنا للمباراة النهاية طبعا قلدام جنوب افريكا وكانت وقتها جنوب افريكا من المنتخبات المميزة وكانت حصل على بطوله ستة وتسعين انا بالنسبة لي نايم الساعة ستة الصبح لانا مش عايفة نام يعني انا انه مش هاد ييجي انا عمينا فتقر اول دقاية في المباراة كنا طبعا لعبها لكابتن هاني وان انا بدأت انا اول هدف الشهي طبعا اللي نقاني لحلة تانية في حياتي فالناس كونها تسعيني يا كورة حيات اتجاه ازاي عملت كده ازاي عملت كده ازاي عملت كده انا مش فاهم بدأت اتسعين لحد ما شفت الهدف انا كمان استضربت الهدف لحد دلوقات انا مش عارف يا كورة دي يعني ازاي غيرت اتجاهها بالشكل ده الهدف ده اه يمكن اكتر من المرة ماتش ليبيا نفس الحكاية مع الاهلي عملت اكتر من المرة في الاتحاد في المصري انا ما عرفش انا بشروط بطريقة هي بتكون الكورة واحد غيرت اتجاه ولكن بطولة 98 انا اعتقد ان هي كانت مفترق طريق بالنسبالي بعد البطولة دي واحد معروف في اسم احمد حسن لعيب كويس انت رجعت من البطولة دي ونصر جولة بتتكلم عليك بتتكلم عنها ده بتاعت وحاجة من الاتنين يا اما تكمل طريقك بنفس القوة يا اما تبدأ الدنيا تاخدك بقى شوية وعايز بقى عايش بقى النجومية وانا لسه شاب من 23 سنة فانا كانت جاهي لا انا هكمل بالشكل ده وهنجح وهكمل طريقي فبدأ الحلم التعبق الجديد ايه بقى انت عايز ايه لا انا عايز احترف فجال العائد بتاعك وجالي وكان وقتا عندي عود من اسبانيا بس ما كانش فيه لسه عندنا بقى مسألة وكالة اللعيبة وكده ودي ممكن قصيت على العيبة منصرية كتير كانوا لعيبة وموازة وكانوا ممكن احترفوا انهم ما كانش عندهم فرصة سفيت انا ومتحة عبدالهادي تخيل اول اسبوع او اول شهر ما عنديش غير حاجتين بفكر فيهم حاجة الاولانية الصبح قاتل واثبت وجودك علشان تحقق حلمك بالليل انا بكرة الصبح هاكلم الاضارة انا عايز ايجعل مصر مش عايز اكامل تعايش حالة حزن عايش حالة يوت بالليل افتكري ان احنا بعد اول معسكر كان بقالي حوالي شهر ما نزلتش مصر وراجل المدير بدينا تلات يام اجازة حجزت تيكت من فرنسا ان انا انزل اقعد تلات يام دول في مصر فروحت المطار متأخر شوية فقالولي خلاص لجيت قفل بالوقت ده انا كأني يعني حد متلي اتحايل عن الناس خلاص لجيت قفل طيارة خلاص اتأجلت رحلة لتاني يوم فيوم ضع من الاجازة بتاعتها المهم يعني طبعا يعني نزلت مصر وكده وبعد كده ارجعت تاني وبدأت خلاص بقعت اقلم مع الجو وكده متحة قعد معي ستشور ورجع رغم ان انا عايز اقول لك متحة كان عامل اسم كويس اوي اوي ودي اللي عطلت اجيال عندنا كتير اللي عيبة ببضايش تتحمل وانا اللي عيجعت بعد كده كملت مع كجالي وبعد كده انتقلت لدنزلي بدأ المصريين توافدوا على تركيا كان عبدالزاري السقو ومحمد يوسف ورحت معهم دنزلي ولكن ما بين دنزلي طبعا ما نضايش نغيب عن المنتخب كنا بنستعد لكس الملعب من القراط واعتقد اني كان فيه ماتش شعير اللي عبناه وقتها بلديكا فاكر ان انا عملت مباراة وقتها مزير فني البلديكي وقتها بس انا رجعت لهم بعد كده بعدها بشوية قال لك من احسن لعيبة نص الملعب شفتها في حياتي المنتخب بدأ يمور بظهور صعبة شوية كان الكابتن حسام حسن حصل عنده شايخ في 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 وش القدم ما كانش فيه حد يعني قادر انه ياخد المكانة بتاعت الكابتن حسام حسن والعبناه اول ماتش بوليفيا والماتش ده تعادلنا فيه وتاني ماتش كان بلد المضيف المكسيك تحليني هاحكي موقف طيب قابل ماتش المكسيك احنا كنا بنصلي بنتجمع كده عشان نصلي الفجر فلاقيت الاوضة كابتن الجوعي قاعد فانا بصيت كده بتماري ويحتاجع تاني فما شافني قال لي تعالي تعالي فحطت الصبوة وحطت التشكيل بتاعنا اللي هيلعب بمبارة المكسيك فبيقولني ايه وارك في التشكيل ده فبصيت فاولتله كويسة كابتن انا شايف حاجة في التشكيل غلط بس مكسوب فاقوله كابتن جوايب ايه بقى يعني قلتله اه يا كابتن التشكيل كويس بس عليش كابتن هو في حاجة بس في التشكيل ده قال لي ايه قلتله حضرتك احنا بنلعب ب12 العيب مش 11 العيب قال لي ما انا عارف ما هو اتحاد الدولي ولاد مش عارف فعيف شتم لو يوافقوا اننا لعب 12 العيب ببنا انا كده قفلت الملعب خلاص كان عبقايا يعني راح نطلع عليه واعتقد ان اللقاء ده من اهم اللقاءات تاريخي الجين ده دين صفر للمكسيك بنتعادل معهم اتنين اتنين في ملعبهم المبادرة انا حرصت هدف وسميه كامونة جاب الهدف التاني وبعدها بنستعد للقاء السعودية انا فاكري واحنا حتى نزلين لعب السعودية لعبت السعودية ببنا يعني انا بهلوكو يعني الموضوع يعني احنا كنا نتعادل ونلعب البرازيل نكسب نستنى المباراة التانية ونشوف احنا يعني الوضع بتاعنا هيبقى عامل ازاي نزلنا لقاءة السعودية وفي اللقاء ده احنا كنا الافضل وضيعنا انا يمكن ضيعت هدفين في اول اللقاء ده وجينا بعد كده الطايد ده طبعا الشهيل اتنين اساسا ما بينطقوش عم نصطي صبري طبعا وحازم للاسف المباراة دي قال شايف ان هي انهت جيل لمنتخب مصر والجيل ده جيل لا يكون لها عن جيل 2006 و2008 و2010 اتضم بسبب قرار عشوائي قالت كابتن محمود الجري وجد فترة كده ناس كتير بتتوالع المنتخب وكلها حق لتجارب وكده زي ما بيحصل في فتات الاخية الدنيا بدأ الطبوس وبدأ بقى يجي جال جيلي بطولة 2000 والدنيا ما بيشتش بأفضل ما يكون موسيقى 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 موسيقى